أعلى نفس الموجة نغم أف أم لسماعيكم وخلي أفكركم بتليفون تلاتة تمانية تلات خمسة تلاتمية وستاشر لسماس مية وخمسة تلاتة لسماعينا مادين هو قال لي قولي لي مادين بس ولا تقوليه ملحن بقى ولا مطرب ومادين ماشي التفاعلة طيب بص بقى فكر أيام امتحانات السنوية العامة وكده ايه طبعا اختار إجابة صحيحة من بين الأقواص ماشي وصحة وغلط يلا نلعب يلا يلا نلعب اختار إجابة واحدة صحيحة من بين ما يأتي أسهل مطرب اتعاملت معاه حمائي تامر عشور تامر حسني أسهل مطرب اتعاملت معاه هم والله كلهم معاي ببقوا كويسين جدا في التعاملات بس يمكن أكتر حد أنا طبعا تامر أنا بموت فيه تامر حسني وحمائي بموت فيهم وبحب شغل معهم طبعا بس يمكن كان تامر عشور أسهل لأن دايما بديله الأغاني اللي هغنيها أنا فأقول له تامر الأغانية دي أنا هغنيها فهبعتها لك عشان أنت أنا عارف فين أنت هتأخدها فدايما التعامل ما بيني وما بينه كده ده فأغاني كتير جدا حصلت بالطريقة دي لكن من حيث السهولة في التعاملات لا كلهم مسهلين وقضاء بس الأسهل ما أنا قلت لي كان فيش أسهل من كده بيقول له تامر خدها تامر خد أغانية أنا عملتها جديدة يالي مين أسهل من كده بعد تامر لا وتامر وحمائي طبعا مين بتقناه أسهل تامر حسني ولا حمائي تامر يمكن شغلنا تامر حسني شغلنا قليل شوية لسبب أنه دايما عنده أزواء كتير بيحاول يرضيها لأنه هو تامر متنوع زيادة عنده أفلام بيعملها عنده أغاني بيبقى عايزي ترجد بها التينيج أغاني ترجد بها السن بتاعنا يعني هو عنده حاجات متشعبة كتير فصعب دايما أننا أوصل لإرضاء الزوء اللي هو عايز يوصله غير لو كانت صدفة بعدها لكن لما بيبقى فيه ما بيننا كيميا زي أغنية من موضوع رجوعنا في أول السنة أغنية خدت عشر تيام سمعها وعجبته وغناها وخلصها وسجلها وصورها فيديو كليب ونزلت عشر تيام عشر تيام فعلى فكرة ده في تامر حسني وفي كل النجوم الكبار بيبقوا عايزين أغنية بس تكون مناسبة للي هم بيتارجتوه لو حصل كده للحالة اللي هم فيها دلوقتي والهدف اللي هم عايزين لو أنت أصبت الهدف ده خلاص كده تمام دي بقى بتبقى ده توفيق ربنا ده رقم واحد رقم اتنين إن دايما تشتغل على الزوء العام برضو اللي بيبقى في الشارع اللي الناس ممكن تسمعوا يبقى جديد فلما أنت تبقى همك نفس الهم المطرب فيه هتقابل في النقطة يعني